كل المصائب ست شايماء بتقول لي انا جوزي كان بيدربني بالسكاكين ومش عالف ايه ومع علينا وطلقني مرة واثنين وثلاثة ارجع لجوزي عشان اربي عيالي لو بالشكل ده ابقى انا مش كويس تقولتلك رجعني لكن هقول لي الجوزك انت جربت معاها مرة واثنين وثلاثة وبهدلتها واهنتها على روايتها طبعا مش من حقك انك تهرب العيال وما تورها لاش حتى لو هي مش كويسة ورها لهم تحت اشرافك بقول لي كل اتنين اطلقوا وشافوا اخدوا حكم محكمة انهم يشوفوا عيالهم بدل ما تخليه يشوف ولاده على كفاتيريا ويفقد رونق الابوة والاحترام اجبروا بخاطر بعض واعزموا على كوباية شاي تعال يا ابني بيتك اشرب الشاي عندنا وشوف عيالك حتى الولاد يجبروا محترمين ويجبروا جبرين للخواطر بسرعة كده جبر الخواطر ما بيدوعش عند ربنا رجل من بني اسرائيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه كان بيسل في الناس فلما ييجي وقت السداد يقولوا والله معزورين اعزرنا ظروف البلد صعبة الشركة مش شغالة الدين مهلة كمان فكان يمهلهم كان بيكبر بخواطر الناس لكنه ما كانش بيعمل خير تاني خالص فسدنا ربنا يقوله ألك من عمل صالح فيقول لا فملايكة العزب عايزين يغضل النار فيقولهم اتركوه سبوه خذوه إلى الجنة كان يمهل عبادي والله اكرم منه من كان بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله عند المخاطر